مرحبا وصلت العروس على المجلس العروس هي الموازنة بحسب تعليق نشره النايب سامي جميل على تويتر من بعد ما أعلن الرئيس نبيه بره أنه أحيله للجنة المال والموازنة لدرسه وأرفق التعليق بصورة لملف الموازنة الضخم فيسبوك كان وسيلة لتقدر الممثلة ندى أبو فرحات تعلق على حفلة للفنانة مايا دياب على نفس خشبة المسرح اللي هي بالعادة بتطلع لها وحطت لقى بالنجمة بين مزدوجين قبل اسمة وقالت النجمة ندى أبو فرحات أنه بتبق الدم والعرق على خشبة المسرح من دون تاخد شرق بـ 35 ألف ليرة لسعر البطاقة وبتعمل عروض لطلاب الجامعة بـ 10 ألف ليرة هذا سعر عرق الجبين مع العلم أنه كان في كتير تعليقات على الميتين دولار سعر البطاقة لحفلة الفنانة مايا دياب الفن الهابط تتابع ويمكن من واحد مباريات الفوتبول اللي بتحمس محبيها الرياضة عم يتحمس بعض الأشخاص على أغاني الجول وإخيرها غنيا عملها شارك كتير عمواقع التواصل الاجتماعي بهدف سخرية منها أو انتقادها وهي لصبية اسمها جوانا مراد كان من فترة انتشر لفيديو هي نشرته على سناب شات وعم بتعلق فيه على أكسيدان صار بسببها هي وعم تمشي أكسيدان صار من ورائنا نحن وعن نمشي طريقة جربت عصبية ليقبل شاب بيعجبها أنه يظهر معا حضرت بريزنتيشن على باور بوينت وبعتت له إياها بالإيميل بالعرض أو البرزنتيشن اللي قدمتها ليزي بكل حرافية ذكرت صفاتها والميزات اللي بتتمتع فيها لجرب تقنعه أنه يغير رأيه ويعيد النظر مثل أنه مهضومة يعني حمايتها رح تحبها وجربت تعمله دراسة كيف رح يكون شكلها مع العمر وقالت له أنه مستقرة ماديا رسالتها رجعت نشرتها على تويتر ولاقت استعطاف من قبل عشرات الألاف من المتابعين وردت عليها أنه كان لازم تزيد على البرزنتيشن أنه بتتقن استعمال باور بوينت كل هيدا لا يرجع يرد عليها حبيب القلب ويطلب منها تبطل تحكيه لهون منكون وصلنا لنهاية أخبارنا اللي فيكن ترجعوا تتابعونا على صفحة ترانز على فيسبوك وفيكن تتابعونا على الحسابات اللي عم تمرق بأسفل الشاشة أخبار جداد من مواقع التواصل الاجتماعي بنشرة بكرة